تذبذب ونقص كبيرين في الأدوية البيطرية تسببت في نفوق قرابة أربعين بالمئة من الدواجن ما صعب على البياطر التكفل الأمثل بالثروة الحيوانية لا سيما الدواجن أمر دفع بالجمعية الوطنية للبياطر الخواصة دق نقوص الخطر والتعجيل بمنح رخص للشروع في تلقيح الدواجن قبل فوات الأوان ونرى إتصالة تذب من المنتجين لديه دواجنة في الناس في البيطر في اخرجن ثانيا حتى انتر بس لمنذ بسبب شكرا بسبب للمنزل يجب أن نراقب الميزان الميتجم من البيطرية من تجلع البيطرية مشهر لجعل التجPeter والفقناة يجب أن يجب أن يجب أن نضع البيطر الأساسي لكن لا يجعلنا له كتب يجب الفقناة وانا تخبطوا ملقيناش حل 40% نسبة الوفيات في الدواج افتقاد المخابر للتقنيات الحديثة والإمكانيات اللازمة تسببت في ضعف الدقة عند تشخيص الأمراض الحيوانية أنا أدق ناقص الخطر ونقولهم بلي ما عندناش مخابر اللي راحي تقوم بالأخذ العينات بالتشخيص المحكم واش معنى تشخيص المحكم اللي راح يعاوننا ويفيدنا في النوع الماضي ضرورة منح رخص استراض مؤقت لللقاحات واحترام وعيدها بدقة مع اعتماد سياسة جديدة في البحث العلمي والابتكار قصد الوصول إلى تركيب الدواء منجز مئة بالمئة محليا وعدم الاكتفاء بتعبئة الأدوية المستوردة المصنعة رهان الحكومة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقليص فطورة الاستراض